السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعنا أبو ماهر أبو شريكي عدو بلدية مدينة الليد أبو ماهر ما رأيك في الأحزاب العربية التي تتجاهل المدن المختلطة منها يافا واللد والرملة والسهل الساحلي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حقيقة إن المدن الساحلية المختلطة المثلث ما يسمى الليد الرملة يافا هناك 40 ألف صوت لهم حق للتصويت في الانتخابات القادمة للكنيسة وللأسف الشديد جميع الأحزاب العربية سواء التجمع والجبه والحركة الإسلامية وأيضا القائمة المشتركة تجاهلت على مدار السنين الفائتة وحتى هذه الانتخابات ما يسمى البرامرس تجاهلت أهالي مدينة الليد والرملة بدون وضع تم يمثل مشاكل أهالي الليد والرملة ويافا نحن نرى بأن هناك طبعا اعتداء على المواطنين وعدم التمثيل في الانتخابات القادمة لهذه المدن المختلطة الثلاثة هل يوجد شخصية مناسبة ليكون الكنيسة من البلاد العربية الليد الرملة يافا؟ هناك حقيقة هناك نحن نطالب بأن يكون التمثيل لرجل مستقل أو إنسان مستقل وهناك يتواجدون كثير من أعضاء البلدية في الليد الرملة يافا لقوائم مستقلة خاضة المعركة الانتخابات وأنا أشيد في مدينة الليد أدخلنا ست أعضاء بلدية وجميعهم في قائمة مستقلة لا تنتمي لأي حزب نهيك عن الأعضاء الأحزاب في اللجنة المركزية سواء كان في التجمع أو في الجبهة أو في الحركة الإسلامية هؤلاء الأحزاب وهذا جميع الأحزاب الثلاثة طبعا تجاهلت المواطنين العرب في المدين المختلطة ونحن نرى بأن هذا التجاهل طبعا هو عدم اتخاذ مشاكل الناس في هذه المدن المختلطة تجاهلا كليا وكاملا وعدم الشعور بأن هناك معاناة في الحياة اليومية في هذه المدن المختلطة ونحن نعاني بكثير من المشاكل سواء التعليم سواء البنية التحتيز سواء الهدم البيوت سواء الأوقاف الإسلامية وكثيرا هناك المشاكل التي تحتاج لتمثيل على صعيد قطري ونحن لا نرى هذا التمثيل وضمان مكان لهذه المدن المختلطة الثلاثة أبو ماهر أبو شريقة نحن نواجه كثير من هدم البيوت في مدينة الليد والرملة ولم نرى أعضاء الكنيسة الذي نحن انتخبناهم نعم حقيقة أعضاء الكنيسة لا يشاركون في هدم بيوت صحيح بأن عضو كنيسة لا يستطيع أن يقف هدم بيت لأن هناك خرارات طبعا قضائية وهناك كثير من المشاكل التي تواجه الوسط العربي في مدينة الليد ولكن على أعضاء الكنيسة كان مفروض أن يتواجد بين الناس ويؤازر هؤلاء الناس الذين هدمت بيوتهم وكثير هناك من هدمت بيوتهم وحتى هذه اللحظة يتواجدون في العراء سواء انتقلوا عند أهليهم في السكن أو عند أصدقائهم أو عند إيرانهم نحن نريد أن نرى أعضاء الكنيسة يتواجدون ويشاركون للناس ليس فقط في هدم البيوت في كثير من شاكل الحياة اليومية وأيضا نريد أن نرى أعضاء الكنيسة وخاصة بما أن هناك أحزاب أنا أتكلم عن أحزاب والحزاب هو مشروع حياة ومشروع كبير وعلى جميع الأحزاب أن تتبنى ممثلين لها ومكتب يتلقى شكاو الجمهور وهذا طبعا معدوم كليا في المدن المفتلطة لا أدري إذا سواء معدوم في جميع الداخل الفلسطيني من الشمال وحتى الجنوب ولكن أنا أتكلم عن المدن المفتلطة للترم نيافة هذا المثلث بحاجة لفتح مكاتب لهذه الأحزاب وتمثيل الناس والتوجه للناس لعنوان صحيح وعنوان الجميع لرفع الشكاوي والحياة اليومية في هذه المدن المفتلطة الثلاثة شكرا إلىك أبو مهر بشرق عدو بدل حديث مدينة الليت